مثل غيرهم من مهجري المدن المنكوبة في العراق لا يزال نازحوا منطقة العواسات في مخيم العامرية في محافظة الأنبار ممنوعين من العودة إلى مناطقهم دون إيضاح الأسباب من قبل الأجهزة الأمنية كما أنهم يعانون من انعدام الخدمات الأساسية والدعم الغذائي في المخيم نازحوا مخيم العامرية ردوا على تصريحات مسؤولي الأنبار ومنهم المحافظ علي فرحان الذي قال إن الأنبار خالية من النازحين بعد إعادتهم إلى مناطقهم يعني محافظة الأنبار من يقول ما عندي نازحين هو يعني علش ما يجي يقدر يجي هنا يجي علينا يشوفنا يقول شون نازحين منطقة العواسات هاي مخيماتنا بالستمائة عائلة من العواسات شون هو يعني هو حقا ما يجي علينا وشاف شون أوضعنا ما شاف العوائل ما شاف الشياب نحو سبع سنوات على وجود مهجري منطقتين العواسات وجرف الصخر في مخيم العامرية ولا حل يلوح في الأفق لمشكلة بقائهم في المخيم سبع سنين في مخيمات بزيبز ولا حد وصلنا لا مسؤولين وهذا شوفنا عنكم نحنا بالمخيمات وجانا شتي لا نفط لا صوبات ولا حد يداعبيني وحتى هاي مال منحة ما الوقف السني ما حشمنا بيها يقول أنتم مو مهجرين أنتم تابعين محافظة الأنبار كما أن مخيم العامرية لم يصله المسؤولون ولم يطلعوا على أحوال المهجرين فيه باستثناء ظهورهم في موسم الانتخابات مثل ما جرت العادة كل أربع سنوات انتخابية سواها دعاية انتخابية إحنا هاي الحكومة وقبل الانتخابات يومية لأنه وفد جاي جكسارات وفد راية ويابوا إحنا نسوي لكم ونرجعكم كل شي ما أحد بورها انتخابات كل شي ما جاي ما حجاني معاناتني لا نفط وعني جاعد بالخيمة كهرباء ماكو عصفت بهم رياح التهجير قسرا واضطروا للجوء إلى المخيمات وصبروا أملا في العودة إلى مناطقهم لتستمر معاناتهم دون انفراجة حتى اليوم بالرغم من الاستعراضات الإعلامية لأقطاب العملية السياسية عن إعادة هؤلاء المهجرين إلى مناطقهم وتطبيع الحياة فيها ومنهم مهجروا لعويسات